مهندس شبكات انترنت ناجح اولا مسألة احلام يعني اولا انا ما زلت بحب الكمبيوتر يعني ما قدرك ما كرهتهوش ما بتعدتش عنه ما هجرتهوش واخد بالك ولكن انا حاسس انه سبب وجودي في الحياة شيء اخر شيء اخر سبب وجودي انه اوصل الافكار للناس حاول اغير من طبيعة الناس وطريقة افكارهم وانقلهم خبراتي بالصورة فطول الوقت وانا بدرس وانا بشتعل في الكمبيوتر وزي ما قلت كده في مشاريع كبيرة اشتغلت فيها كان جوايا الحلم ده يعني انا كان في كل وقت فراغ بختزن طول الوقت الناس ازاي بتتكلم ازاي في المواصلات لانه انا اتعرض علي مثلا او ان انا هاجر واحدة السفارات كانت بتستعجلني يعني عارف السفارة نفسها بتكلمك يلا خلص وانا تيقنت انه مصادر كتابتي هنا مش هكتب عن مصر من برها مش هفتكرها في ذاكرتي لازم اشوفها واشوف تطورها حتة حتة فلاقيت انه انا عملت اللي انا عايز اعمله في مجال الكمبيوتر مش حارف او مش مش حارف حققت اللي انا عايز احققه ولكن لازم حقق اللي انا جاي الحياة عشانه لازم اقول كلمتي للعالم قبل انه غادره شباب كتير بيحاول يكتب السيناريو الاول في حياته ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ويقرأ سيناريوهات لناس سبقوه في كتابة السيناريو يبدأ ازاي بص انا البداية اللي شايفة الصحيحة ان هو يدرس لازم يدرس لان القراءة اولا احنا المحتوى العربي للسيناريو يعني كتب بتاعت السيناريو ما زالت قليلة جدا وحاجات مترجمة يعني عايز اقولك حاجة يعني احنا عندنا حاجات مترجمة مثلا من عشرين تلاتين سنة ترجمة عن حاجات اتكتبت من خمسين سنة في امريكا الحاجات اللي اتكتبت من خمسين سنة بتستشهد على افلام ظهرت من سبعين سنة فلما تيجي تبص على الكتب دي دلوقتي وتلاقي حتى الدراما تطورت عن كده فما زال المحتوى يعني ازا ما كانش عندك لغة كويسة قوي وتقدر تشوف الحاجات دي وتشوف الوركشوب اللي موجودة بلغات تانية اللي انا بقولك حتى الان المحتوى العربي كله عن كتابة طريقة كتابة السيناريو والكتب اللي ترجمت واقلفت مخصوص مازالت ما تخليش الواحد يعرف يكتب سيناريو فهو لازم الاول يدرس على على يد حد من وبعدين يعمل كل الخطوات اللي انت قلتها متوقع امتى نشوف فيلم كارما متوقع في اجازة نص السنة خلد يوسف هو مخرج فيلم كارما اه وفي نفس الوقت هو عضو في البرلمان اه المهمتين دول ما تدربوش مع بعض يعني ازاي عضو في البرلمان ده بوقت يخرج فيلم سينما اه بص هو طبعا انا علاقتي بخلد يوسف اه يمكن ابتدت في 2012 قبل ما اه قبل ما يتجه لموضوع البرلمان وابتدنا نشتعل اه الاول مع بعض في فيلم اسمه الخطاب يمكن لسه ما ما قدمناهوش اه يعني بعد ما كتبناه اه خطر لنا الفكرة بتاعت كارما ف اه في النص اتناقشنا فيه حكاية البرلمان وقال لي انا حدخل البرلمان ل يمكن دورة واحدة عشان اه انا حسس ان البلد اه محتجاني وحقدر من خلال ده انقل انقل واعمل تغيير حقيقي يعني اه انا كنت ضد هذه الفكرة منذ البداية لان انا منحاز الى الفن بشكل كبير و وبقول انه الفن هو اللذي يستطيع انه ينقل اكتر من الفعل السياسي اه ولكن هو كان عايز يجرب كان حسس ان الفن يعمل يعمل تغير بس بطيئ عايز اه اه عشر عشرين سنة عشان يقدر يعمل تغيير يعني ده دي وجهة نظره اه وانه يمكن البرلمان والدخول في المحافل السياسية بشكل مباشر يحدث تغيير اسرع اه انا ما كنتش مقتنع بدا انا كنت مقتنع طول الوقت ان الخلود هو خلود الفن بعد خمسة وعشرين يناير اي سبب اه يخلي المهندس محمد رفيع اه يعني يتنحى ولو جانبا عن شغله كمهندس شبكات ويتجه لكتابة السيناريو؟ اشوف الفعل الثوري مش 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 المظاهرات الفعل الثوري بيبدأ من من الفكرة من من ثورتك على عيوبك من ثورتك على اه اه او او غيرتك على احلامك فالفعل الثوري الحقيقي مش بس مش بس اللي حصل في الميدان يعني يعني اذا كان الناس بتقول انه انه ان الثورة لم تحقق هدفها ولكن الثورة دي عاملة زي البيج بانج عاملة زي الانفجار الكبير بتاع الكون اه اه يمكن في حاجات ما نهاش كتير ولكن خلت كل واحد يرجع البيت يعمل ثورة على نفسه يعمل ثورة على احلامه يدرك ان التغير ممكن اعتقد ان اعملت كده اعتقد انه يعني بعد خيبات حقيقي حدثت لان احلامنا كانت كبيرة جدا قرر الانسان انه يصنع ثورته الحقيقية من ذاته متفائل بنسبة كام في المية لمستقبل حرية الفن وحرية التعبير في مصر بص انا متفائل طوالوقت لانه انا اعتقد ان التفائل اه مش مش اختياري ده اجباري لانه التفائل هو لسيق بالحياة بحبك للحياة اه انا عارف ان احنا الحرية التعبير اه فيها ردة في مصر ومتوقع في الفترة اللي جاية انه انه الردة دي اه اه ممكن تزداد ولكن اه 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 لنا يعني اه حرية التعبير ستظل اه تقاوم باشكال مختلفة اه اه عشان اه 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 في مجال حورية التعبير يعني هذا لا يعني أنه هذا الخسران سيدوم ولكن لأنه في الآخر ما فيش حد يمنع الأفكار